صباح النور صباح الفل والياسمين على اغلى حبيبات على قلبي ان شاء الله هلا فيديو تاعت عنها اليوم تلقاكم هنيين تلقاكم في صحة حملة حيا ربي اليوم اجبت لكم روتيني في الويكند دوزوا معي الويكند ودوزوا معي النجوغنيت عنها الجماع كيف اجدوزتها بديتها لكم من الفطور الصباح من الفطور الصباح ديالي حتى اللحشة وحنشارك معاكم اطباق رحنشارك معاكم الخبز المنفوخ يجي بزاف هايل وعلى بل يحتعتمدوا الوصفة اللي هنا اصبحنا واصبح الملكو لله كي ما عودتكم وكي ما تحبوا دايما ركن فطور الصباح معايا صوفي ما نش حابة نقطعو لكم اللي هنا وجدت فطور الصباح ديالي كل عبارة عن شوية علي بتي بانسخنتهم ودرت لهم شوكولاة تختيني الداخل وبيانسير قهوة حليب وشوية تعاصير البرتقال والقارس اللي كان قاعد لي بالنسبة لهذا العاصير هو عاصير توركي اللي ما شافتش الوصفة ديالي بزف بزف هايل نخلي لكم الرابط ديالي في صندوق الوصف اللي احنا كما تعرفون هالجمعة يعني كل واحد علاقة الشيناد انا يانا تصبح باش نوجد فطور الصباح لياهم بعد زادو ناضولادي درت لهم الحليب بتاعهم وهذاك الصغير درت له في البيب وقنشرب صفي شربت مع ودي داتي ومبعد كما على بلكم كي نقوله اليوم الجمعة صفي لازم نديرو حاجة تقليدية طعام رشتة كل مرة وش نديرو انا نحادي اليوم كنت متجهية بل بزف في الطعام بتاع الشعير هذا كنت شريته كما اشتو في المشتريات شريت كيلو يدير وقيله 18 نالف ولا 17 نالف وهذا الطعام المفتول يفتلوه النساء ماشي الي يتبع في ليباكي هذا الي شريت من عندو جي نقي بزاف وهذا الطعام دياله شوفو غسلته شحال من خطره كي نقول لكم تخشى ما طاحت في هداك الماء نقي يشعل ما شاء الله قلت كي نرجع عليه نقول له يطيك الصحة على الحاجة تديه لك هذا الطعام اللي شريتو نقي وهايل درتو بيان سوريفور اليوم راح نديرو كي ما قولوه بالجلبانه هو نغم المتقد وديروه بالمرقة مي انا تشاهد فيه بالجلبانه ودرتو مع البن مام كي ما قلت لكم ولادي حبيت نولفهم يكلو هداك النوع من حاجة كي ما قولو الحاجات الصحية كي درتو لهم كلاوه وعجبهم دوك تشوفو كي يكونوا الفطره الهنا جست لحشاكم ليتابي كنت نهار من قبل دوشة الولادي وكامل صافية رجعوهم يقدروا وهنا بالنسبة اللي عندهم هدا النوع تعليتابي نقول لكم يتغسلوا في المشينة عادي برك هادو ما ليتابي ما يحبوش برك لاني غير برك برك ما يحبوش درجة الحرارة تكون عالية وما تديرو لهمش العدد الدورات ولا لحصير بزاف درتوهم درتوهم شوية تعليكيد ودرتوهم فلغابيد تغسلوا ونشفوه ما شاء الله كي ما قلت لكم هاد النوع من التابيات ما تديرو لهمش لمسخون درجة حرارة الماء عالية بزاف وما تديرو لهمش لحصير بزاف خليتوهم يتغسلوا ومبعد رحت القبالة قلت النقي صال دوبا كي ما دوجت لهم خليتها مزر سقامروا هنا صافي شديد كامل أنا نقي للاف ما ديالين نغسلوا نغمال درتلوا لأومو لاجعفل والعيون ندي لهم هاداك البخودوية تا فاكس إكس بخص هاداك البلو يخرجهم يشعلوا أنا حبيت نشارك معاكم شغلت عنها الجماعة كيفاش ندير يعني اليوم ما كانش عندي شغل بزاف كنت منقية على فانس صافي كانت عندي حجاكم غير دوشو خصلت الحواية جدرتهم ما نشرتهم وكوت راح ندير الفطار مي فينا المال لقيت روحي نسيق في الأول هاداك اللي جاي في الدخلها قدام الكوزينة بس كولادي دايما يأكلوا ثم ما لقيت الحالة مروونا قلت نسيقها وننقيها ما بيت يعني قعد لي الوقت نط الصباح وانا دايما نقولكم كي قعد لكم الوقت يعني تنضوا بكري تشوفوا ما زال الحال سيوا دايما تنقوا حاجة تنقصوا عليكم الخدمة الهنا شلت العين دي يشوفوا شهر خرج التبرية بالنسبة للصالدوبة انا دايما دي لها تنظيف يومي نخصل غير لاف مابرك ومرة في السمانة نشدها كامل نرغو من الحيوط نرغو من الارض وننقيها غير بالقوم ولا جعفل وبالنسبة للعيون ندير هذك البخدوي ما نستغناش عليه شوفوا شهر يخرج العيون يشعلوا يعني دايما نشاركوا معكم اليوم ما درت لكم في الفيديو الصورة دياله وبعدها رحت لزجاجة تعل المرايا تعل الدوش مسحتها هنا انا نمسح الزجاج ديالي هذك شوفونا تعميدينت بزف هايلا كينا عدة انواع خرجوهم دي ماخك واحد اخرين مي ما ننصحكم شو بيهم شيري تعدة انواع مي يطلقو الشعر باخكنت هذك تعميدينت هايلا وكيتمسحو بيها بسجاج متخليلكم متخليلكم شكام الشعر ولادك الفتاة الصغير بيانسوغ رحت لابين وقتين يدرت لو ترغوينها رغونتو يعني عمرت الباسينات كي ما لابلكم الوقت ليرانا فيه لازم نحجره لما مره على مره وتديرها بينا العين وبيانسوغ يقدرت رغي ورلا هالله للقاعدية لي رغونتها بالبالي وجبت دوكاتيك قاعدة ليبرك ندير تجويزها للبيوت غير حاجة خفيفة ونشف الكوزينا ونشف الأول هنا الأول سيقتو تخيب بيا ومسحة التليفيزيون مسحة لابوسيا خفيف خفيف كي ما راكم تشوفوا راهي كل حاجة بينا راهي الدنيا نقيام السيقة القاعة اللي هنا كي ما قتلكم كانت بقى تليبرك الكوزيناتاني تجوزت عليها وبينسوغراني مع الطعام ديالي نشوف مره على مره روح نضربط الله عليه باش ما يفورليش فوق اللازم ويتعجلني ولا هناك يكمل شغلي تعدار كامل طحت السواسوة مع الفطر ديالي طب هاوليك فورتو تلت ستفويرات جاي بزف هايلو هاد الطعام ننصحكم به بالبزف وبزف صحي خاصة الأطفالكم اللي عودتوهم ياكلوه أنا ولادي لزوج كلاوه وعجبهم قدرتوه بالجلبانات قدروه تديروها بالزبيب كيلي حتى يديروه بالمرقى نغم المو فطرتهم كما لابلكم نهار الجماعة نسيونا فطروا شي بكري باش يكفينا لوقت نقرأوا شي المصحف نصلوا وصلاتنا ولا ودهنتو ولا يدمتو بزيت الزيتون كم هو وراهو صحي حبيت نكملو القيمة الغذائية ديالو يدمتو بزيت الزيتون ولا هنا دايما نحب نشارككم هادو كليموموني نكونون فطرون نكون مع ولي ذاتي كيما على بلكم بلي زوجت تعيي ما زل ما تشمي هاد اليامة راهو جاي مقعدلوش ان شاء الله كيجي نشارك معاكم كيجي وش نطيب وش نلبس ايتو ولا هنا كيما راكم تشوفو كنت فطرتانا ورفت لسيات ديالي ومسحت بلاستي ولا دي ما زلهم ياكلو ولي دي الصغر كي اكل طعام الدنيا يمرمدها نهار الجماعة ولا غنخافو غير منو الطعام هادك يلاحقوا لي حتى الباب بتاع الدخلة كي مزاف ليسقسوني يقولو لي بيسام ولا دي كي اكلو طعام ولا غري مرمدوني ولي دي الكبر شوية ما يدرش بزاف طعاميته وما يدفقش ووليدي صغير اكو على بلكم ما زل صغير عندو هدوين عندو عامين سوف يملأ بالعقل بالعقل دو كي يتعلم ودو كي يكبرو أبيان سيغل الام لازم تكبر بالها مع ولداتها اه لحنا البنات كيف طرت سخصلت بمعناتي ودرت لهم هاد المرسو التعلق ماشلي عندي دايما نقطر فيه لما عن نحب نقطر بمعناتي فوق طرشونا باش ينشفو لي تخبية وكين ود الحشيين نلقاهم بخسك نشفو نعود لهم بشفونا خفيفة ونرجحهم بلاستهم وبيان سير امباداتي كروح تتغطيت وصليت صلاتي حبيت نشارك معاكم يومي ولا روتيني اليوم الجمعة كيف جدوستو مصباح تالحشية متننسونيش بركب الجام باسكو هاد اليامات المشاهدة راهي جد ضعيفة مفهمت مش لولاش المشكل اللي رهو فيها ولا رهو فيكم ولالفيديو هات مش رمكن ما يعجبوكم مفهمت ماذا بيا اي واحدة من المشتركات الوفية تتمد لي رايها في قناتي حاجة اللي نبي نغير فيهم الحاجة اللي ما يعجبوكم حاجة اللي راكم حابين تشوفوهم وي سيفغي هاد اليامات مانيش نديلكم دي فلوغ مانيش نديلكم اخرجات مانيش نديلكم مشتريات مي كما نقولو حسنو العون ياكم خياتي ونصارحكم على بلكم بليزوج تتاعي خدام وماما كي نكون قاعدة في داري وحدي صافي ما نقدرش نخرج لو كان جاي خليني نخرج ولا غن نخرج نقضي ونصور للكم صافي ما نخرج حتى يجيز زوج تتاعي ان شاء الله و بعد العشية حبيت نشارك معاكم هاد الخبز المنفوغ ويش درت في الغواسات درت دو بول تح فارينة وبول تح سميد للرطب يعني كمية الفارينة تكون كتر ملة مسميد زوجت عليه بول تح فارينة وبول واحد تح سميد للرطب ودرت مغرف كبيرة تح خميرة الخبز نص مغرف كبيرة تح سكر ومغرف كبيرة تح الزيت اهنا الملح ما زال ما ضفتوش هاد الخبز اح نديرو اليوم في البيت خامين توما تقدو تعجنوه غير بيتكم ويجيكم ما شاء الله هاد الخبز المنفوغ الحاجة اللي مليحة فيه انو متجيش فيه للبابة كامل خاصة اللي عندهم ولادهم للأزواج تاحهم يحبوش هديك البابة تعال الخبز يوالمكم غير هذا ومبعدها طميتو بالماء طموه بالماء تحبو حليبو ما انا كان قاعد لي شوية على الحليب في الكسرونة ما حبيتش نرجعو الفخي جيدا وكامل زيت عليه شوية على الماء وطميت به لاباتي ديالي وزيت الملح اللي اهنا لاباتي ديالنا هايلي كيفاش تجي كي عجنتها ومبعد نحيتها من البيت خامة بردليش قلبي البيت خامة وعجنتها حتى ولا تليس شوفوا القاوم التحارة نيوريتونكم كيفاش جاي ومبعد نخلوها تخمر اللي اهنا اخر نشوفوها خمرت بيانسور منخلوها حتى يدوبلى الفولوم بزاف كي خمرتلي نحسوها زاد الحجم التاحا انجوتو كاتيك نقرصوها التقرص انتو ما ومش راكم حابين انا كوم اليوم كتحابة ندير دي ميني ساندويتش ولا دي ميني مطلوح نديلهم نفرسيهم صافي درت شوية ميني مطلوح ودرت شوية مطلوح كبعدو كنوريلكم قرصتهم وخليتهم واحد العشرة دقايق ورجحت ليهم هادو كل عشرة دقايق وعليش نخلوهم باش كي نبدو نحلو في الخبيزات دياننا ما تقعدش هاديك هاديك القرصة دياننا ترجع لنا حليتهم وهاد الخبز نديروه وحده فوق وحده بدوك نوريلكم الطريقة كي ما تحبو تحبوهم الرقاق بزافر قول عجينة تحبوهم شوية يجوكم شوية بمبنين يجوكم شوية معمرين ملح حمين فالا خلوهم شوية خشان انا شوفوا درت واحد دو ميليمات خاكدك درتهم في هادو ملم خامر كي ما كم تشوفوا ومبعد درت طرف قماش كبير ونحط واحده فوق واحده حكده باش ما يدوليش البلازا كملتهم ونخلوهم يخمروا بيا نسوغ بعد اللي نفتحوهم بخبزات وهنا يجو بينين كي يخمروا تحسو جوا فيهم وحتى النقاط يا رقاق هاكدا تحسوهم باللي يخمروا ما تخلوهم شو البنات يخمروا فوق اللازم باسكولو كانت خلوهم يخمروا بزاف ما يجيكم شو الخبز الشباب يعني غير تشوفوهم خمروا وحتى تحسوهم باللي يخمروا كي ما قلتلكم تشوفوهم تطلعوا غير ما تحسوهم مش باللي يطلعوا تحسو هادي كل الخبزات تحكم شو اللي بدو يجو فيها وحتى النقاط يا رقاق او نبدو نطيب وهاد الخبز السر ديالو كامل في طريقة الطهي ديالو اللي هنا غير ترمو الخبزات تحكم تشوفو النبولة ولا لولة اقلبوها وهنا باش تقلبوها كي تقلبو الخطرة لولة زيدو قلبو المرة الثانية وزيدو قلبو المرة الثالثة باش تبدأت تنفخ لكم يعني لمشتوهاش متنفخت لكم مش قعدو تقلبو تقلبو حتى تبدأت تنفخ لكم وبينسوق بقاو تحركو فيها باش تحمار لكم وتجيكم حمرة وتجيكم هاكدا شبه يعني هاد الخبز ماما تديرو هي اللي علمته لي يعني داريت لكم الوصفة ديالو كما قلو في فيديو وحدو عندها بزاف هاديك الاغوزات من اللي هنا ننصحكم البلات متفشوهاش كي ما فشيتها انا باش تقعد لكم لفرطة حشبه اهنا نزيد نعاولكم غير تشوفو النبولة لولة عني قلبتها لولة المرة لولة دوك نزيد نقلبها للمرة الثانية بخاسكو حتى تخوفو انتو ما تقلبو فيها باش تبدأت تتنفخ لكم كي ما قلت لكم هاد الخبز تقدو تديروها جاي يشبه للبطبوط تاني جاي تقدرو تديروهم ديميني بطبوط تقدرو تحلو لاباتو وتقرسوها تاني تديروهم لعفاقس كي ما في رمضان يجي بزاف هاي الان نحبو هاد الخبز بل بزاف وما يسمنش يا البنات بسكو فيه ما فيهش البابة هاديك الداخل يعني يتاو يشبع خاصة كي ما تقدرو تديرو فارينة كتر تقدرو تديرو سميد كتر انا مديت لكم لاغوزات وانتو ما حرين تقدرو تديرو السميد القمح الكامل كي ما حبيتو انتو ما ولا هنه راني غير نعود لكم في الصورة كي راهو يتنفخ باش تعرفوا هاد الخبز ناجح مئال بالمئة وتانية البنات كي طيبوها غطوها بصاشي من الفوق باش ما ينشفوا لكمش هو جاي كيمال خبز تعالى تاكوس وكامل هنه هامليك بيانسوخ كي نحطوا وحده هما كي طيبوهم يبقوا هكذاك من فخين مئة كي تحطوا وحده فوق وحده يتبلاطو يجي خبز ما شاء الله يجي كيمال خبز هادك سوري توقن زيد نفتح لكم حبيبات شوفوها كيفاش تجي فرغة من الداخل انا ما كانش عندي سوالي حبزة في اليوم ما كان عندي نلحم نجاج صافي درت درت فري تعملات ودرت الوليداتي لحشات تحم درت لهم شوية تعل فرماج الداخل درت لهم شوية تعل مايوناز ودرت فري تعملات ودرت لها المعدنوس جا تجاول دي ساندويتش بزافة بنان وخفاف خفافة ريشة دوكن نوريهم لكم ويشبعوا بصح ما تحسوش روحكم تقال هامليك اللي ساندويتش ديالي تقدرو حتى تزيدو تبريسي وهم انا ستبريسيتهم في البانينوز نحب تجي هدي كل القرماشة في الساندويتش ديالي شاهيتكم في الجنة وسمحولي لشاهيتكم واللي شاهيتها تنضي تشمر على يديها ودير الوصفة هادية على الخبز اللي من فوق وتبعتلي تطبيق ديالها في الانستغرام نشوف تطبيقاتكم نفرح بل بزاف كي نشوف تطبيقاتكم وهاد الخبز جربوه بزاف بزاف ابنات معايا في القناة كي ما وراتوا لكم ماما عندو بخاسك واحد العامين ملي درتو واللي احنا كي بيانسوقت عشيت وخصلت ام يعناتي قبالة رحت توضيت وروحت نصلي صلاة العيشة اللي احنا خليت ولداتي في الشامبرة قلت الوليدي قعد مع اخوك خليني نصلي والله يا البنة تغرر وليدي صغير يزغط بل بزاف تخيل وحتى الصلاة ميخلينيش نصلي ديفوه يبدأ ينحيلي كينسجد يبدأ ينحيلي في الخيمار يطلع علي فوق دهري على بالكم والله غير صدقوني يا ربي يخفر لي ديفوه وحتين السيني الركعتش حال صليت وليت نغلق في نغلق في الصالون ولا في البيت ونصلي صلاتي مسكني يقعد يبكي يبكي صافي والله غير ديفوه يتلف لي صلاة يتلف هالي ومبعد لبنات بيانسوغ رحت جبت بيجامتي مبدل حويجين نلتها شوية بروحي رحت بيانسوغ سلت وجهي نضفته بهدك الغسول اليومي ديالي وبروسيت سناني مشوط شعري ودوكاتي كل وقت اللي نحبه بزاف كين لبس بيجامتي تعالقات ندير ليك خام حاجة للكم في يدية فالكوخ تاعي في رجليا ندير جو دوغان تحلا في روحي شوية كيمة دايما نقولكم متنسوغ تحلا في رحكم كيمة تمدو الوقت لاطفالكم لداركم لشعلكم للطياب مدو وقت لانفسكم الى هنا البنات الفيديو تاعنا رحت خلاص نقولكم ان شاء الله تعد بكم الفيديو تاعيد عنها اليوم ومتنسوش تمدو ليرايكم كيمة قلت لكم على القناة الحاجة اللي يراكم حبي نديرهم لكم بتبعي لك بعض التغيرات ومتنسونيش خياتي بالجام نقولكم نحبكم بزاف 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 و الى فيديو قاتم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة